أصوات الشبكة صوت ملا صوت له أصوات الشبكة بصوت جميل صوت تاتيانا الهوري أهلا بك أهلا بك يبدو أنه من الصعب على المرء أن يكون ملحدا ومدونا في الآن واحد بالفعل توفيق يبدو الأمر صعبا لبل خطرا أحيانا كما سنراه مع قصة مدون مغربي لكن بداية لابد من الإشارة إلا أن المدونين الملحدين أو ظاهرة المواقع والشبكات والمدونات الملحدة ظاهرة مستجدة على شبكة الإنترنت العربية في السنوات الأخيرة ومع تنامي شبكة الإنترنت بدأ عدد من المدونين بالمجاهرة بإلحادهم هذه المواقع تعرف صراحة عن نفسها بأنها مواقع لا جينية وغالبا ما يدون أصحابها بدون الكشف عن أسمائهم قاسم الغزالي صاحب أحدى هذه المدونات الملحدة يقول إن إلحاده يخول مناقشة الأديان من وجهة نظر عقلانية تحدثنا إليه عبر الواتكام وكان له التعليق التالي أنا أحترم جميع الأديان سواء كانت سماوية أو وضعية وأناقشها من منطلق سياقاتها التاريخية وظروف نشوئها نحن الملحدون مواطنون مغاربة هوية مغربية لا تعني بالضرورة أنك مسلم إنترنت هو الوسيلة الوحيدة التي من خلالها يستطيع الملحدون أن يتبادلوا الأراء الأفكار كذا وأن يساعدوا بعضهم البعض في أحيان كثيرة الأقل الآن الملحدون استطاعوا أن يفرجوا من مجلسهم أجزهم بأن الكثير من الملحدين استطاعوا تحقيق تواصل واقعي مثل شبكات الاجتماعية الانترنت فضاء جديد لممارسة المعتقد صحيح سمحت شبكة الانترنت للمدونين الملحدين بممارسة أفضل لحرية المعتقد وكما يقول قاسم سمحت لهم بالتواصل بين بعضهم البعض وهو ما لم يكن ممكن في السابق ولذا نراهم اليوم مجتمعين ضمن منتديات وشبكات ومجموعات على موقع فيسبوك لكن الانترنت تعرضهم أيضا لشتى أنواع التهديد والوعيد قاسم الغزالي تعرض منذ فترة لحملة ترهيب منظمة يخبرنا في اللقطات التالية آخر فصولها وصلتني الكثير من التهديدات على مدونتي وأيضا على صف حساب الفيسبوك التهديدات تتقسم إلى نوعين النوع الأول هي التهديدات تتسم بالسب والشتم والقدف وعبارات وقحة يمكن وصفها بالله أخلاقها هذه التهديدات لا ترعبني ولا تخيفني كثيرا لكن مؤخرا توصلت بالتهديد إلى حد ما أثار فيه نوعا من الراب وهو كان تهديد مكتوب باللغة العربية الفصحى ويلا يتعدى السطرين في الرسالة الأولى يقول فيها صاحب التهديد الذي يحمل اسم أبو حديفة الأنصاري ويضع صورة لأربعة رجال ملثمين على صورة بروفايلها الفيسبوك يقول لي فيها تتبع في ذبيحة الخراف قريبا وأرسل رسالة ثانية معنونا بموعد يقول فيها موعدنا المجزر الحاجب والحاجب هي النقطة أو المدينة التي أرتدها باستمرار وماذا عن موقف السلطات المغربية؟ أخبارنا قسم أنه لم يجر على تقديم بلاغ إلى الشرطة بخوفا من متابعات قضائية بسبب إلحاده يذكر هنا أن القانون المغربي يجرم بموجب المدى 220 من القانون الجنائي كل من يحاول زعزع تعقيدة مسلم أو تحويله عن ديانة إلى ديانة أخرى ولكن بعد حديثنا معه لابد من الإشارة توفيق إلى أن قاسم غادر قريته والتجأ إلى قرية بعيدة خوفا على حياته هذا الجديد يعني نعم هذا آخر المستجدات وهو يعد اليوم أوراقه للهجرة نهائيا من البلاد وربما في الختام أود تذكير المشاهدين والمستمعين الكرام إلى أن أصوات الشبكة أصواتهم